المناوشات العسكرية بين طرفي الصراع الليبي مستمرة رغم كل الحديث عن أولوية الحل السياسي هذه المرة الدور أتى على قاعدة الوطية الجوية التي تبعد عن العاصمة ترابلوس قرابة 140 كم والتي سبق أن استعادتها منذ فترة وجيزة قوات حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج حيث قال مسؤول بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق إن القاعدة تعرضت لقصف ليلي نفذه طيران أجنبي داعم للجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر دون الإفساح عن هوية الطيران أو ما هي الأهداف عبد المالك المدني المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابع للوفاق قال إن الهجوم نفذته طائرة من نوع ميراج وقد خرجت من قاعدة البران المصرية متوعدا برد قاس جدا وفقا لتعبيره وسائل إعلام محلية موالية لقوات حفتر أكدت استهداف منظومات دفاع جوي تركية داخل القاعدة بضربات جوية لكن دون إعلانات رسمية تطورات ترافقت مع نقل مصادر إعلامية ليبية أنباء عن أن سلسلة الضربات التي استهدفت قاعدة الوطي الجوية ليلة السبت نفذتها مقاتلة رافال فرنسية عن بعد سبعين كيلومترا المصادر أضافت أن الغارات الجوية استهدفت منظومتين دفاع تركيتين كنتات داخل القاعدة إحداها دمرت بالكامل فيما نجات الأخرى مبينة أن مدى هذه المنظومات الجوية يبلغ أربعين كيلومترا أي بفارق ثلاثين كيلومترا عن المدى الذي قصفت منه القاعدة أما التقارير الإعلامية التركية فقد أكدت نقلا عن مصادر عسكرية أن القصف على الوطي لم يخلف خسائر بشرية لكنه استهدف بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة والتي تم جلبها مؤخرا لتعزيز القاعدة من ضمنها منظومة للدفاع الجوي هجوم ليل السبت على قاعدة الوطي هو الثاني من نوعه منذ انسحاب قوات حفتر منها في الثامن عشر من مايو الماضي وهو يؤكد على أن ما يجري على الأرض يرسخ الحل العسكري في ليبيا لا الحل السياسي الذي يتحدث عنه الجميع داخليا وخارجيا